اشتركوا في القناة 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 بالرؤساء بالحكومات بالسطو بالسلطة ككل اشتركوا في القناة 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 اليومية بشكل مفصل والأسبوع الجاي رح نحكي عن أثار تنقلاته هاي أهم الأحداث خلينا نشوف إيش التوقعات بالنسبة لكل الأبراج بالتفصيل زي ما أنتم متعودين ونشوف في أحداث إيجابية كثير معناته في كواكب كثير رح تكون سعيدة والأحداث اللي السلبية رح نذكرها ونركز عليها خلال هذا الأسبوع إيش الشي خلينا نروح نشوف إيش توقعات لبرج السرطان طبعا أول إيش بنا نحكي عنه بنا نحكي عن الشمس وعن عطارد وطبعا بما أنهم اثنين موجودين في البيت الثالث لا إلك وهذا بيت حليف لا إلك وقوي فهو بساعدك على أمور إلها علاقة بالاتصالات بالتنقلات بالحوارات بتلاقي حالك نشيط كثير الفترة هاي عندك رغبة لإنجاز كثير من الأمور في منك رح يهتم بمواضيع إلها علاقة بالمناقشة أو الحوار أو مقابلات معينة أو رغبة في أمور إلها علاقة بالسفر في منك رح ينشط بأمور إلها علاقة بالامتحانات أو المقابلات واللي بيشتغلوا في مجال التسويق رح يبدع بالفترة هاي للترويج إما لسلعة معينة أو لفكرة معينة أو لوجهة نظرهم عندك سرعة بالإقناع عالي جدا ولتوصيل المعلومة يعني عندك قدرة عالية جدا في منك رح يهتم بإشيء العلاقة بالمواصلات والاتصالات بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك الأول طبعا بدنا نحكي عن الزهرة وهنا بدك تحذر بشكل كبير يعني هاي الزهرة رح تشكل زاوية سلبية جدا وخصوصا أنها رح تكون مع المريخ هاي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق أو أشياء لها علاقة بالمغامرات أو التهور بمسائل معينة حاول قدر الإمكان أنك ما تغامر وما تجازف بالفترة هاي لأن الأجواء مش مساعدة لهاي الأمور فحاول أنك ما تأثر على نفسيتك الزيادة وما تدخل بالأوهام الزيادة يعني الوسواس والقلق والأمور النفسية أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا المريخ اللي بدي يسبب الزاوية مع الزهرة وهنا بيت السمعة فعشان هيك يبين يقول لك ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تخالف القوانين ما تدخل بأي مشاكل أو حدية بالطباع لها علاقة بمكان العمل أو مع زملائك بالعمل ممكن أشخاص بتتآمر عليك في مكان عملك أو على مستوى علاقاتك الاجتماعية فعشان هيك تضبط أعصابك وحاول أنك ما تجازف بأي شيء ممكن أنه يشوه السمعة أما بالنسبة للجدي طبعا في البيت السابع وبرضو بشكل كل الكواكب اللي موجودة بالجدي يعني بتشكل زوايا تربيع كلها برضو مع المريخ فعشان هيك العلاقات الضعيفة أو العلاقات المهزوزة العاطفية أو الزواج عرضة للانفصال بالفترة فديروا بالكم من المشاكل ديروا بالكم من الحدية أثناء تعامل مع الأزواج أو مع الشركاء يعني شوي بتكو تضبطوا عصابك وقدر الإمكان هاي الفترة بتهدد الأزواج اللي علاقتهم ضعيفة بينهم وبين بعض مواضيع إلها علاقة بالشراكة جديدة دير بالك بدك تراجع كل التفاصيل بأدقها يعني بدك تدقق بكل التفاصيل أما بالنسبة لنبتهم في البيت التاسع فهي بتأثر بشكل كبير على أمور إلها علاقة بالسفر أو بالاتصالات البعيدة أو أمور إلها علاقة بالقضايا الخضائية فعشان هيك بدك تنتبه من كل اللي احنا ذكرناه خصوصا أمور الدراسة فممكن بعضكو ينشغل بأشياء إلها علاقة بالدراسة أو امتحانات جامعية أو تخصص معين أو قلق بسبب أحد الأبناء إلها علاقة بمثلا دراسة الجامعية أو ممكن أشياء إلها علاقة أنت بدورة معينة أو لغة معينة أو علم معين في منكو رح يهتم بمواضيع السفر أكثر أو تتردد فكرة السفر في دماغه أكثر من مرة خلال فترة هاي أو يصير عنده رغبي للسفر أكثر أما بالنسبة لأمور القضائية فما نقول لكم ما تهملوا الأمور القضائية إذا كان في بعضكو عنده أشياء إلها علاقة بالقضاء لأنه ممكن يصير فيها بعض التطورات اللي لا تحمد عقباها إذا أنت أهملتها أما بالنسبة لبيتك 11 طبعا نحكي عن أورانوس أورانوس اللي بيأثر على أمور اللي لها علاقة بالأصدقاء خيبات الأمل أصدقاء مزيفين ناس بتستغلك ناس أنت بتعطف عليها أو بتساعدها بتخذلك وبتتآمر عليك مشاكل بتطلع بشكل مفاجئ ما بينك وبين أحد الأصدقاء انقطاع علاقة صداقة إلها سنوات مثلا بشكل مفاجئ يعني هاي أمور إلها علاقة بالصداقة في منكو طبعا ما رح يشعر بهاي الأمور بالعكس رح ينشط اجتماعيا أو يتعرف على أصدقاء جدد أو ينشط بمسائل إلها علاقة بالدعوات والزيارات والمجاملات خلال فترة هذا الأسبوع أما بالنسبة للتوقعات الأسبوعية من ساعات مساء اليوم الخميس القمر موجود في الجدي مقابلك تماما حتى فجر يوم الأحد فبينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة فترة مناسبة للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون شوي متوترة حاول أنك تركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة أهمش أنك تهدئ من روعك وما تنفعل من فجر يوم الأحد القمر بصير موجود في الدلو حتى ظهر يوم الثلاثاء بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالي المشترك والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض مع هيك بتخففوا من النفقات حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة صحح الانطباعات عنك كون واثق من نفسك ومن كفاءتك وما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك ممكن تنشغل بملف إداري من ظهر يوم الثلاثاء الغمر بصير موجود في الحوت حتى مساء يوم الخميس بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالي المشترك والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو من تعويض مع هيك بتخففوا من النفقات ممكن تخذ تجربة مطمئنة أو جديدة ممكن تتلقى جواب إيجابي أو تفرح بأمر العلاقة بسفر أو بعلاقة مع أشخاص خارج البلاد أو عقد ناجح ممكن تصادف دعم وتشجيع أهم شيء أنك ما تقف متفرج من وساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالحمل حتى صباح يوم الأحد بتظل الفرصة متاحة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته أمام المسؤولين وممكن أنك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنك تبرر كلامك ووضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بالزيارة طارئة أو للاتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات أهم شيء أنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء